مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره الذي ينتقل به من مكان لآخر يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته والذي يمتلك من الأراضي والممتلكات الكثير وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير وكثير ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض الذي يعمل أجيرا عنده رغم أن هذا المزارع لديه زوجة صالحة تقية وابنة تحفظ القرآن ولا تقل عن أمها صلاحة وكثيرا ما طلبت من أبيها أن يشكر الله على نعمة الصحة وراحة البال ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه كما أن زوجته ذكرته أكثر من مرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه وما قل وكفى خير مما كثر وألهى إلا أن المزارع كان يرهق نفسه دائما بتمني ما عند الغير وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعة فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانت تستغفران الله وتستعدان لصلاة الفجر والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله وعندما سألته زوجته عما حدث له قال لها لقد رأيت في المنام أني مت وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس وإذا برجلين يسألاني في قبري من أين أتيت بالحمار وبكم اشتريته ومن أين لك المال وهل أديت زكاته وفي أي أرض يرعى حمارك وهل استأذنت صاحب الأرض ومن أين لك الفأس وكيف حصلت على ثمانها والحبل أين وجدته وهل مال الحبل حلال وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك وعشرات الأسئلة وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل فما يكون حساب لو أخذتم ممتلكات وأراضي صاحب الأرض التي أعمل بها والتي لا تعد ولا تحصى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا والله لئن أظل فقيرا معدما أرحم لي من ملك الأرض وما عليها فرحت الزوجة والابنة كثيرة وبعد أن هدأ المزارع نهض وتوضأ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة كبيرة خاصة بعدما قالت له ابنته هذه الرؤية بشرى لك ولنا لأن الله استجاب دعواتي أنا وأمي لك بأن تكون من القانعين الراضين بما قسم الله لهم وسوف تتحقق قريبا بمشيئة الله دعواتنا لك بأن يرزقك الله الرزق الحلال مع دوام الصحة والرضا وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه فحمد الله كثيرا على ما هو فيه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمر وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجن بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ووحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أثناء الحصة أخبرت المعلمة تلميذاتها بأن صديقة لهن في الفصل المجاور فقدت ساعتها الذهبية أثناء الوضوء وطلبت منهن الدعاء لها بعودة ساعتها إليها فدعت الطالبات ومن بينهن ألاء التلميذة الفقيرة التي تعرف صاحبة الساعة ومدى غرورها وتكبرها عليها ومعايرتها بفقرها وأثناء الفسحة خرجت التلميذات من الفصل للاستراحة وتناول بعض الطعام أو الساندويتشات وعند دخولهن للفصول فوجئن بمديرة المدرسة تطلب منهن فتح حقائبهن للتفتيش والبحث عن الساعة المفقودة فتحت جميع التلميذات حقائبهن فيما عدا ألاء التي نظرت بحزن شديد للمديرة ورفضت وهي تبكي تفتيش حقيبتها وقالت للمديرة أنا لست لصة ومع إصرار المديرة ورفض وبكاء ألاء تدخلت معلمة الفصل وطلبت من ألاء أن تسبقها ومعها الحقيبة إلى حجرتها ذهبت ألاء والمديرة إلى حجرة المعلمة التي ابتسمت لألاء وقالت أعرف أنك أحسن الطالبات خلقا وأنك دائما صادقة في أقوالك ولكن يجب تفتيش حقيبتك لتتأكد المديرة من صدقك وتشعر صديقاتك بالمساواة بينكن اقتنعت ألاء بكلام معلمتها التي تحبها كثيرا وعندما فتحت المعلمة الحقيبة فوجئت بما فيها وغرورقت عيناها بالدموع فقد وجدت بقايا أطعمة أخرى أخذتها ألاء أثناء الفسحة وبعد فطور الطالبات حيث يتبقى من الطعام نصفه أو ربعة فتجمعه ألاء وتفطر ببعضه وتحمل الباقي إلى أمها وأخواتها في البيت ليكون لهم الغداء والعشاء لأن أسرتها فقيرة ومعدومة وليس لهم أحد يسأل عنهم وقد شعرت بحرج شديد ورفضت فتح حقيبتها أمام زميلاتها في الفصل حتى لا يشاهدن بقايا طعامهن معها ولكنها بعدما هدأت اعتذرت للمديرة ولمعلمتها اللتان طال بكاؤهما من المشهد وما كان من المديرة إلا أنها احتضنت ألاء واعتذرت عن تقصيرها وكل المدرسة معها ووعدتها بأنها سترعاها وأسرتها حتى تتخرج من الجامعة وكذلك وعدتها المعلمة وفي هذه الأثناء سمعت المديرة صوت التلميذات يصحن قائلات لقد وجدنا الساعة الذهبية لقد نسيتها صاحبتها في بيتها واتصلت بأسرتها وعلمت بوجودها داخل حجرتها عادت ألاء إلى بيتها وحكت لأمها ما حدث فحزنت الأم كثيرا وقالت لابنتها أتشتكين الخالق للمخلوق والله يا ابنتي سيعوضنا الله على صبرنا وتحملنا فهو وحده الرزاق وبعد أيام قليلة نادت المعلمة على ألاء قبل أن تدخل فصلها وابتسمت لها وقالت بفضل من الله فقد تكفل زوجي وبعض أصدقائه من الصالحين بك وبأسرتك حتى تخرجك أنت وإخوتك كما أرسلت الوزارة لك شيكا بمبلغ كبير تستطيعين صرفه من الآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل صالح لا تفوته صلاة الجماعة يذهب إلى عمله بالنهار وبعد الانتهاء من عمله يذهب ليصلي العصر بالمسجد الملاصق لبيته ثم يدخل بيته هادئا بشوشا فتستقبله زوجته والتي كانت مثله تماما تحب الخير للناس وكثيرة الرحمة والشفقة وتقف عند حدود الله قدر استطاعتها شاء الله أن يصيب أصغر أبناء هذه الأسرة بمرض خطير وحينما أخذه الوالدان إلى الطبيب للعلاج ولم تتحسن صحته بعد استعمال العلاج الموصوف له ذهب به إلى طبيب آخر ظنا منهما أن يكون هذا الطبيب أكثر علما ومعرفة من الذي سبقه إلا أن الطفل ظل على حالته وفي إحدى الليالي أحست الأم أن وضع طفلها الصحي في حالة يرثى لها فحرارته قد ارتفعت ارتفاعا شديدا وأصبح النفس يخرج منه بصعوبة ويحرك جسمه حركات لا إرادية فظلت الأم ساهرة لا تنام يقول والده في تلك الليلة صحوت على صوت المؤذن لصلاة الفجر فاقتربت من طفل المريض لأتأكد من صحته فوجدتها لا تبشر بالخير وأمه بجانبه وقد أخذتها إغفاءة من النوم وعلى وجهها علامات الحزن فتركتها على هذه الحالة وتوضأت لأذهب إلى الصلاة فوجدت هناك ثلاث قطة تموء من الجوع عند ذلك فتحت الثلاجة وأخرجت منها شيئا من اللحب وأطعمت القطة الثلاث وبعد أن أطعمت القطة دعوت الله تعالى أن يشفي صغيري وأنا على يقين بأن الله تعالى شكور وسوف يشكر لي صنيعي ويشفي ابني إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ثم ذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة رجعت إلى بيتي ورأيت زوجتي لا زالت نائمة فاقتربت من الطفل وإذ بي أجده قد فتح عينيه وحرارته المرتفعة قد نزلت إلى الوضع الطبيعي ووجهه غير الوجه الذي كنت قد رأيته قبل نصف ساعة فما كان مني إلا أن أيقظت زوجتي لأدخل السرور إلى قلبها على تغير حال طفلنا قامت زوجتي من نومها مذعورة وبعد أن نظرت إلى طفلها حمدت الله كثيرا وقبل أن تتوضأ زوجتي لتصلي الفجر لم تصبر حتى حدثتني بالذي جرى لها قبل قليل وما رأته في منامها فقالت لي والله لقد رأيت الآن رؤيا لقد رأيت طيرا يحاول أن يخطف طفلنا المريض ويؤذيه وكانت هناك ثلاث قطة تدافع عنه بكل ما استطاعت من قوة ولم تسمح للطير بالنيل منه حتى ابتعد أخيرا بعد أن يأس من محاولاته المتكررة وبعد أن انتهت من حديثها قلت لها سأقول لك ما فعلته قبل أن أصلي لقد وجدت ثلاث قطة تموء من الجوع فأطعمتها اللحم لقد رحم الأب هذه القطة بما أطعمها فأنعم الله على ولده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كان أبو نصر الصياد يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد وفي يوم مشى في الطريق حزينا لأن زوجته وابنه يبكيان من شدة الجوع فمر على أحد كبار التابعين وهو أحمد بن مسكين وقال له أنا متعب يا شيخنا فقال له ابن مسكين لا تتحدث كثيرا واتبعني إلى البحر فلما ذهب قال له ابن مسكين صل ركعتين وقرأ ما تيسر من كلام الله ثم قل بسم الله وارم شبكتك نفذ أبو نصر ما طلبه الشيخ ثم رمى الشبكة فخرجت بعد دقائق قليلة بسمكة عظيمة لم يرى مثلها من قبل فقال له ابن مسكين اذهب وبعها واشتري بثمنها طعاما لأهلك فذهب أبو نصر وباعها واشترى بثمنها فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها فنظر إلى الفطيرتين اللتين في يده فسأل أبو نصر نفسه هذه المرأة وابنها مثل زوجة وابني يتدوران جوع فلمن أعطي الفطيرتين ونظر إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيها فقال لها خذ هاتين الفطيرتين لك ولولدك ابتهج وجه المرأة وتغير حالها وابتسم ابنها فرحا وعاد أبو نصر يحمل الهم فكيف سيطعم امرأته وابنه وخلال سيره سامع رجلا ينادي من يدلني على أبي نصر الصياد فقال أبو نصر للرجل أنا من تسأل عنه ما طلبك فقال له الرجل إن أباك أقراضني مالا منذ عشرين سنة ثم مات ولقد بحثت عنه كثيرا ولم أعثر عليه والحمد لله الذي أعثرني عليك خذ يا بني ثلاثين ألف درهم مال أبيك تحول أبو نصر الصياد في لحظة إلى الغنى بعد الفقر وصارت عنده بيوت وتجارة وصار يتصدق بالألف درهم في المرة الواحدة ليشكر الله فلما أصبح كثير الصدقة أعجبته نفسه فرأى رؤيا في المنام حكى عنها بعد ذلك لابن مسكين فقد رأى أن الميزان قد وضع وهناك مناد ينادي أبو نصر الصياد هلم لوزن حسناتك وسيئاتك فوضعت حسناته ووضعت سيئاته فرجحت السيئات فقال أبو نصر والخوف يملأ قلبه أين الأموال التي تصدقت بها فوضعت الأموال فإذا تحت كل ألف درهم إعجاب بنفس فتبدو الدراهم وكأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئا ورجحت السيئات فأخذ أبو نصر يبكي وهو يسأل من نجاه؟ من نجاه؟ فسمع المنادي يقول للملك هل بقي له من شيء؟ فقال الملك نعم بقي له فطيرتان فتوضع الفطيرتان في كفة الحسنات فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات فخاف وسمع المنادي يقول هل بقي له من شيء؟ فقال الملك بقي له شيء؟ فسأل أبو نصر ما هو؟ فقيل له دموع المرأة حين أعطيت لها الفطيرتين فوضعت الدموع فإذا بها كحجر فتقلت كفة الحسنات ففرح أبو نصر ثم سمع المنادي يقول هل بقي له من شيء؟ فقيل نعم ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت له الفطيرتين فرجحت كفة الحسنات ثم سمع المنادي يقول رجحت كفة الحسنات لقد نجا لقد نجا استيقظ أبو نصر من النوم يبتسم ويقول لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة ففعل الخير أيها المؤمن ولا تخف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أصيبت إحدى النساء بمرض سرطان الدم استقدمت خادمة إندونيسية وبعد مرور أسبوع تقريبا على حضور الخادمة لاحظت هذه السيدة أن الخادمة تتردد على دورة المياه أكثر من المعتاد وتغيب كثيرا بداخلها وفي إحدى المرات سألت السيدة هذه الخادمة عن سبب بقائها في الحمام طويلا فأخذت الخادمة تفكي بكاء شديدا فتعجبت السيدة وسألتها عن سبب بكائها فقالت لها إنني وضعت ابني منذ عشرين يوما فقط وعندما اتصل بالمكتب في إندونيسيا أردت اغتنام الفرصة والحضور للعمل عندكم لحاجتنا الماسة للمال وسبب بقائي طويلا في الحمام هو أن صدري مليء بالحليب وأقوم بتخفيفه عندما علمت هذه السيدة المريضة بما قالته الخادمة قامت على الفور بالحجز لها في أقرب رحلة إلى إندونيسيا وصرفت لها المبلغ الذي ستأخذه خلال السنتين بالتمام والكمال ثم استدعتها وقالت لها هذا راتبك لمدة سنتين مقدما اذهبي إلى ابنك وارضعيه واعتني به وبعد سنتين بإمكانك الحضور إلينا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم أعطتها أرقام الهواتف في حال رغبتها للعودة بعد سنتين وبعد سفر الخادمة كان لدى السيدة موعد لمتابعة تطور مرضها بسرطان الدم وعند الفحص الروتيني للدم كانت المفاجأة إنهم لم يجدوا فيها أي أمراض فطلب الطبيب منها أن تعيد التحليل عدة مرات وكانت النتيجة واحدة لا يوجد أي أثر لسرطان الدم فذهل الطبيب لشفائها لأنه يعلم مدى خطورة المرض لذلك حولها على الأشعة فوجدوا أن نسبة السرطان صفر عندها تأكد للطبيب شفائها تماما فسألها عن العلاج الذي استخدمته فكان جوابها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقد قال أيضا من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رجل في الخمسين من عمره مارضت ابنته وعمرها خمسة عشر عاما فأوصاه الأطباء بالذهاب بها من القرية إلى أهم مستشفى بالعاصمة فتوكل على الله وسافر بابنته وهناك فوجئ بمساحة المستشفى حيث كانت مدينة طبية متكاملة يسير فيها الراكب بسيارته فتعب من السير بابنته وجلس يستريح في مكان مخصص لركن السيارات وكان بين الحين والآخر يبكي دون أن تراه ابنته بسبب قلة حيلته وبينما هو كذلك وإذا بسيارة فاخرة تركن بجواره ويخرج منها شاب وسيم توجه نحوه وسأله عن حاجته ثم ظل يتأمل في الرجل طويلا وبعد ذلك طلب منه بطاقته سلم الرجل البطاقة للشاب فأخذ يتأمله مرة أخرى من رأسه إلى أخمص قدميه وعلامات الدهشة تملأ وجهه وفجأة دمعت عينا الشاب فسأله الرجل ما بك يا ولدي؟ هل أصابك مكروه لا قدر الله؟ قال الشاب بعد أن حامل ابنة الرجل لا وإنما أشفقت لحالك تعال يا عم معي دخل الشاب أروقة جناح طبي متخصص ووضع طفلة على كرسي متحرك وأخذ يأمر وينهى والكل يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد إليه وراح يطوف بالبنت بين مختبر التحاليل وجناح التصوير بالأشعة وقسم التخدير والإنعاش والجراحة العامة وفي حدود الساعة الرابعة صباحا كانت البنت قد أجريت لها عملية جراحية ناجحة واستعادت وعيها فحمد الرجل ربه وشكر الشاب الذي كان أهم طبيب بالمستشفى وقال له سيبقى جميلك يطوق عنقي ما حييت وبعد ثلاثة أيام أمر مدير المستشفى بمغادرة ابنة الرجل فطلب الشاب من الرجل أن تمكث الطفلة في بيته أسبوع آخر حتى تسترد عفيتها لأن السفر متعب والمسافة بعيدة وبالفعل مكث الرجل وابنته في ضيافة الشاب سبع ليال وكانت زوجة الطبيب الشاب تخدم ابنته وتعاملها بمنته الرقة واللطف وفي الليلة السابعة عندما وضع الطعام العشاء على المائدة قال الرجل والله لن أذوق لك طعاما إلا إذا أخبرتني من أنت أنت تخدمني طوال أسبوع كامل وأنا لا أعرفك وأمام إصرار الرجل قال الشاب يا عم إن كنت تذكر من عشرين عاما فأنا ذاك الطفل الذي أعطيته عشرة جنيهات عندما كنت أجلس خلفك في الحافلة وكنت أحدث زميلي قائلا له هذا العام شحت السماء ولم تنبت الأرض شيئا وأبي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه علي ولذلك فأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام فلما سمعتني تأثرت وأخرجت عشرة جنيهات وقلت لي هذا المبلغ يفي لشراء الأدوات المدرسية كلها فأنا يا عم ذلك الصبي ابن قريتك وابن فلان ولولما أعطيتني ما أصمحت اليوم كما أنا والحمد لله أن قدرني لأرد لك بعض الجميل والله يا عم لو أعطاني أحد كنوز الدنيا لما فرحت بها الآن كفرح يومها بما أعطيتني بك الرجل وقال للشاب أتذكر كل ما قلت ومنذ أن مرضت ابنتي واستحال شفاؤها وأنا أدعو ربي بخالص الأعمال حتى التقيت بك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنت المقصود في هذه القصة وقرأها حتى تصدق ما أقول كان هناك صياد سمك جاد في عمله يصيد في اليوم سمكة فتبقى في بيته ما شاء الله أن تبقى حتى إذا انتهت ذهب إلى الشاطئ ليصطاد سمكة أخرى في ذات يوم وبينما كانت زوجة الصياد تقطع مصطاده زوجها إذا بها ترى أمرا عجبا رأت في بطن تلك السمكة لؤلؤة تعجبت لؤلؤة في بطن سمكة سبحان الله زوجي يا زوجي انظر ماذا وجدت ماذا إنها لؤلؤة لؤلؤة أخذ الصياد لؤلؤة وذهب بها إلى بائع اللؤلؤ الذي يسكن في المنزل المجاور نظر إليها جاره التاجر وقال لكنني لا أستطيع شراءها لأنها لا تقدر بثمن لكن اذهب إلى شيخ الباعة في المدينة المجاورة لعله يستطيع أن يشتريها منك أخذ صاحبنا لؤلؤته وذهب بها إلى البائع الكبير في المدينة المجاورة وعرض عليه القصة فقال له والله يا أخي إنما تملكه لا يقدر بثمن لكني وجدت لك حلا اذهب إلى والي المدينة فهو القادر على شراء مثل هذه اللؤلؤة وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعه كنزه الثمين ينتظر الإذن بالدخول وحين رآها الوالي قال إن مثل هذه اللآلئ هو ما أبحث عنه لا أعرف كيف أقدر لك ثمنها لكني سأسمح لك بدخول خزانة الخاصة ستبقى فيها ست ساعات خذ منها ما تشاء وهذا هو ثمن اللؤلؤة قال الصياد سيدي لعلك تجعلها ساعتين فست ساعات كثيرة على صياد مثلي فقال الوالي لا بل ست ساعات كاملة لتأخذ من الخزانة ما تشاء نخل صاحبنا خزانة الوالي وإذا به يرى منظرا مهولا غرفة كبيرة جدا مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم مليء بالجواهر والذهب واللآلئ وقسم به فراش وثير لو نظر إليه نظرة نام من الراحة وقسم به جميع ما يشتهي من الأكل والشرب فقال الصياد محدثا نفسه ست ساعات إنها كثيرة جدا على صياد بسيط الحال مثلي ماذا سأفعل في ست ساعات حسنا سأبدأ بالطعام الموجود في القسم الثالث سأكل حتى أملأ بطني حتى أستزيد بالطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر من الذهب ذهب صاحبنا إلى القسم الثالث وقضى ساعتين من الوقت يأكل ويأكل حتى إذا انتهى ذهب إلى القسم الأول وفي طريقه رأى ذلك الفراش الوثير فحدث نفسه الآن أكلت حتى شبعت فما لي لا أستزيد بالنوم الذي يمنحني الطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر ممكن هي فرصة لن تتكرر فأي غباء يجعلني أضيعها ذهب الصياد إلى الفراش استلقى وغط في نوم عميق وبعد برهة من الزمن سامع من يقول له قم قم أيها الصياد الأحمق لقد انتهت المهلة ها؟ ماذا؟ لم أخذ شيئا؟ نعم هيا إلى الخارج أرجوكم ما أخذت الفرصة الكافية ست ساعات وأنت في هذه الخزانة والآن أفقت من غفلتك تريد الاستزادة من الجواهر؟ أما كان لك أن تشتغل بجمع كل هذه الجواهر حتى تخرج إلى الخارج فتشتري لك أفضل الطعام وأجوده وتصنع لك أروع الفرش وأنعمها لكنك أحمق غافل لا تفكر إلا في المحيط الذي أنت فيه خذوه إلى الخارج لا لا أرجوكم أرجوكم انتهت القصة لكن العبرة لم تنتهي بعد أرأيتم تلك اللؤلؤة؟ هي روحك إنها كنز لا يقدر بثمن لكنك لا تعرف قدر ذلك الكنز أرأيت تلك الخزانة؟ إنها الدنيا انظر إلى عظمتها وانظر إلى استغلالنا لها أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة وأما عن الفراش الوثير فهو الغفلة وأما عن الطعام والشراب فهي الشهوات والآن أخي صياد السمك وأنت المقصود قارئ القصة أما أنا لك أن تستيقظ من نومك وتترك الفراش الوثير وتجمع الجواهر الموجودة بين يديك قبل أن تنتهي تلك المدة الممنوحة لك وهي عمرك فتتحسر وأنت تخرج من الدنيا قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون